خيبة على خيبة على خيبة في مسلسل الخيبات تعصف قضية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالعراق الذي انتفض شعبه ضد أي قوائم سوداء تعكر صفو سمائه تدرج المفوضية الأوروبية دولا ضمن قائمة سوداء بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال تضع العراق من ضمنها أما الغسيل الذي تبحث عنه الحكومة العراقية فهو المنتظر لغسل البلاد من الفساد على حبل الوطن لكن استمرار عمليات إرهابية إلى جانب عدم ضبط السلاح بيد الدولة وملفات فاسدة متراكمة كل ذلك يعطي الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي أن يصنف العراق بخانة المخاطر على النظام المالي للاتحاد وزير الخارجية فؤاد حسين أعرب عن خيبة أمال العراق بعد هذا التصنيف الذي يزيد احتمالات فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق وإليه وبالتالي ترهق القيود فرص المستثمرين مشهد صعب يضرب مجددا أمال العراق في تحقيق فرص اقتصادية في الأثناء يعلن العراق عن تدشينه حملة سياسية ودبلوماسية مع الدول الأوروبية لشطب اسمه من قائمتها للدول عالية الخطورة التي تشهد عمليات غسيل للأموال وتمويل للإرهاب لما يشكله ذلك من خطورة على الاستثمارات الأجنبية في البلاد لذا كان تنبه رئيس الوزراء لتحقيق أفاق استثمارية أكثر سلاسة مهما في وقت يحتاج فيه المستثمرون إلى تسهيل كل العقبات أمام المشاريع وفرص العمل والبناء ترجمة نانسي قنقر